أحلى راديو بحال ما توفرت خاصة من طرف عائلتها ولا من طرف حتى السلطات الجزائرية اللي احنا زاد على اتصال بهم اتصلنا حتى بالسلطات الجزائرية باش نحاولوا اننا نعرفوا تفاصيل الحكاية من الجانبين نقبل هذا بطبيعة الحال قلنا باش نمشيوا الى المونستير ونحكيوا على زوز مواضيع الموضوع الاول يتعلق بخيانة زوجية تكشف عن عصابة لترويج المخدرات وايضا القبض على شخص يقوم بصناعة مواد كحولية مخدرة في منزلوا هذم الكل وكل التفاصيل ناخدوهم من عند السيد النطق الرسمي باسم محاكم المونستير والمهدية السيد فريد بن شحاة صباح النور اهلا وسهلا سبعا سنلا اهلا وسهلا يا عايش اكسي فريد شكرا لك نحكيوا في الموضوع الاول يتعلق بالكشف عن عصابة مخدرات بعد وشايا من زوجة بزوجها هذه العنوان الرئيسي للقصة للعملية ولكن التفاصيل ناخوها من عندك انتي خير حي الواقعة تعود لستة اكتوبر دون كنت قدمت امرأة بشكاية ضد زوجة في السناء واكدت انت عرفت على مكان تواجد زوجة وخبيبت لان كان متسوق مثل في جهة المقنين دونك الشخ هذا في نفس الوقت محل التفتيش ومتابعة من طرف اللحظات الأمنية بالمقنين في دينا مرخرة في مجال المخدرات ومعهم وضوع عديد من الشارة التفتيش دونك كنت قدر اذن من نياب العمانية بمدهمة المسكن تم العثور على خليلة زوجها المشتكابية الثانية اللي هي شاريته في جيرين سنيناء لعطرفت بانه على علاقة مع هذا الشخص المتزوج كيف كيف تم العثور على كمية من المواد المخدرة كي سواء قينا بالهند لو الضبط تم حيث خمسة فطائح وزوز أكيس فيها مصحوق أبيض وشتبع أنه هو مخدر كوكاين ووزنه حوالي 80 جرام كيما تم حيث سلاح عبيض ما يعرف القفالي بتاقات بنكية مبالغ مالية جواز صفر لبقية المجموعة المنخرطة وفي مجال ترويج المخدرات تم باستشارة نير العمية نتذن بالاحتفاظ بالمرأة هذه اللي وريد لكن واحد يزوز مواضيع موضوع الأول للزيناة والثين المخدرات كيما تم إدراج أربع أشخاص بما فيهم يتزوج وثين أخرين ينزلوا متحصنين بالفرار ومنخرطين في مهام المسخ بنيت للتجار وطرويج المواد المخدرة المدرجة بالجرد والجرد واضح فما أطرف أخرى متحصنة بالفرار مع القبض قتل خمسة صفائح من القنة بالهندي وتقريبا 80 جرام من مدى بيضاء يشبه في أنها كوكاين هذه بطبيعة الحال خيانة زوجية وبلاغ يكشف عن شبكة لترويج المخدرات إذا كان هذه التفاصيل المتوفرة حاليا ومبدأيا نكتفيه بهذا القدر من التفاصيل ما فهمش بطبيعة الحال أي مستجدات أخرى ولكن زيدا سيد الرئيس نحكيه على شخص تم القبض عليه بصدد صناعة موات كحولية في دبه ولا جراج ولا منزله الخاص حيث هذا الشخص بيت تجربة وتمر فيها من وقتا كان موجود في ليبيا حسب الديعات هو ووقت علم الطرعة وجاء بشور الديعات متاعه في مدات المستير كفاءت في مجال زناعة للكحول نعم في مواد معناها أكشف الكوارث على صارت شنوات قريبة اللي عبادة تسمت بمثل هذا الصميع وفي عملية اجتباقية مكنة الوحدات الأمنية في منطقة وقليم الأمن الواطن والمنستير من القاعد قبض على الشخص هذا اللي وصلت معلوماته اللي هو قاعد يتاجر في المشروبات الكحولية التقليدية بسرع دونك مدهمة المسكة متاعه في جاك المستير تم العثور على براميل وآلات تقطير ومجموعة من المواد اللي يستعملها هو فالخلطة متاعه باش يسمعه معناها مشروب يدعي أنه هو معناها من المواد الكحولية ويقع بيعه بعشرة دينامير للبتر الواحد يلزموه مع حصصة عمليات تسمم دونك سيدان المنوري التفع وستين اللي كانت رايحة كاريها ووجودت في المكان اللي قامين بتحضير الخصوة المخنوعة بتاعه باستعرف الأشخاص كيفاش ينجم ويشهدوا مثل هذه السوائل اللي كانت نجم تأدي حتى بحياتهم ولا تضر بصحتهم دونك تم القاعد قبض عليه باستشارة نياد العموية تم حجل المواد هذه والمطريال اللي يستعمل في الصنع كما تم معناها الاحتفاظ به من أجل اتجار في المشروبات الكحولية وتنتظروا عقوبات ما يجب تصل إلى عام سجن من أجل بالتجار كمشروبات الكحولية بمعنى بدون ترخيص من الدولة يعني كما قلنا يصنع في مواد تقليدية واحده قاعد يبيع في مواد كحولية كنت نجم تأدي إلى مدرار بصحة أشخاص طبعا هي كنت نجم تأدي لحالة تسمم وتنجم تأدي تدي بحياة كل من يستهلكها نحكيولا هنا على المادة اللي تداول صنعها نوعا ما عند بعض الماريقين عن القانون اللي هي مادة الجرابة نوعا ما هذه هي اللي تم صنحها في براميل وتتوزع بمبلغ عشرة دنانير للليتر الواحد من عرشنا خطر صدفتني حادثة مشابهة في قفصة تقريبا نحكيه على نفس طريقة الصنع براميل وتقطير وحاجات من نوع هذا تصير في المنزل صحيح معنا الصنع التقليدي نقول لك هو أخواني اللي تمر في برد في الصنع عالي في ليجن مجال والتومش ومعنا كال معنا ميدار جديد يحب معنا يوري فيه البراعات اللي هو الإضرار بصحة المواطنين وتسميهم عن طريق مواد كما قلنا اللي هي تقطير مواد على خام خميرة وفارينة ومجموعة من مواد يضيفها ومسحوق أبيض ومجموعة يخلطهم في براميل ويقع معنا بايع هذا المشروع لمن يريد معنا أن يقتنيه برونكوليرزمو ما فناش حدا الآن أي حالات تفهمه وشكرا ومشأنا معقابه من أجل معنا خارق القانون الججائي وقت يبقى موطنة شوية الثمانية تعاقب وقضائك وقتايمة هي 2.000 دينار وعام تجي من أجل التشارك المشروبات الكوحولية واضح واضح سيد الرئيس بخلاف الماترية التي تحجز جزء تفصيل صغير تم حجز قوارير معناها معبئة معدل للبيع قديش عدد الليترات إذا كان فيما عملية حجز لها الحقيقة حسب المعطيات العدينة التي تم حجزها هي المواد والآلات التي يقع يستعملها هو يبدو أنه الكمية هذا نفضل معناها لذور رباحة حسب المعطيات الخيناها هو تم حجز معد المواد والآلات التي يستعملها وكيما قلت كراه بمعناها كانت فيما رايحة كارية جدت من أفهم وأنا بشتوف لما الأشخاص كيف يفكرون قبل ما يهدوا صحاتهم ولا يهدوا حتى حياتهم بمقتضى هذه المواد السنية طبعا إن شاء الله ما نسمعوش بحالة تسمم في الأيام القادمة بعد استهليك المواد هذه اللي بيع فيها السيد خارج الأطر القانونية يعني حاب يستثمر استثمر في حاجة خارجة عن القانون ويتنجم العقوب ويتوصل إلى عام سجن وألف دينار خطية كما كان يحكي سيد فريد بن شحال شكرا لك مرحبا فريد على كل هذه المعطيات المهمة نحكي وكنا على خيانة زوجية تكشف عن شبكة لترويج القنب الهندي والكوكايين وكيف كيف شخص يستغل مكان منزل خاصة وغاراج ولا دبو لإنتاج مواد كحولية منزلية الصنع وخطيرة على صحة المواطنين وبطبيعة الحال خارج كل الأطر القانونية شكرا سيد فريد مرة أخرى نرجع لكم أحنا بأخبار أخرى وتفاصيل أخرى بعد شوية لحدش واربع عشرين دقيقة نرجع لكم بعد شوية مع جهين في أخبارتهم المشاهد المشاهد اللي بدأ بكم التسعة ونوصلوا معكم الرحلة حتى للحديش ساعتين سمعتوا فيهم نصايح تهم ساحتكم وحكينا زيدا في أخبار متنوعة تهم اعتقال تونسية في الجزائر وتهم زيدا خيانة زوجية تكشف عن شبكة مخدرات في المونستير وشخص يصنع مواد كحولية بطريقة تقليدية في منزله بصراحة الموضوع أغرب من الآخر قاعدين نحاول ونتواصلوا مع مندوبيت حماية الطفولة بالمونستير حابين أن يخذوا التفاصيل الممكنة بخصوص فيديو تم تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي يهم تلمذا رفضين أنهم يدخلوا يقرأوا عند واحدة من المعلمات التي تقري فيهم في المدرسة شنو السبب وينوصلت لحكاية هل أنه تم التحقيق في الموضوع هل أنه الفيديو هذا حقيقي هل أنه صاير اعتداء على تلمذا هذم بالضرب وبطرق أخرى نحاول نكشف التفاصيل أول بأول وقت اللي توصلنا لمعلومة نعرف اللي بطبيعة الحال مندوبيت حماية الطفولة بالمونستير قاعدة تخدم على الموضوع كيف كيف بلغنا حتى النيابة العمومية وحاولنا أن نرسلوا الفيديو هذا لمختلف الأطراف اللي تنجم تعاونها مش نفهم وشنوة ليسار يقولون أن الفيديو جينا من المكنين ونحاول وحتى في حلقة غدوة نفهم وشنوة اللي صار في المدرسة هذي وشنوة حقيقة الفيديو هذا كان من هنا لأخر الساعة تحصلنا على معلومة كيد أنه بش نرجعو لكم ولكن قبل هذا جي بحضية جيهان بعدد من الأخبار تهم الفنانة في الجزائرية فيلم الجوكر وقالتلي زيدة كيف كيف ظهر اللي بش نحكي وعلى أونس جيبر في مصر أهلا وسهلا جيهان أهلا وسهلا بك وسهلا بربي قبل ما نبدأ ونحكي وفتناش نسيت والسوالات والجوالات نحب نعمل ندي طفلة كلمتنا على الهدف متعلن فترة فيك متعنا مسكينا في حالة يعني تبكي وكوشاين ست تليفونها في تاكسي تاكسي بربي كانت تسمع فينا شفر تاكسي ولا حد ركب معها ركبت معك من خزنا دار مع ستة واربعة وصلها ستة واربعة على الصباح اي اي وصلت للخير الدين بيشا من بليزيخ من بليزيخ بربي ونعرفوهم احنا ديما يتعاونوا معنا راوصوا يسمعونا برشا تاكسي تاكيد جدا طفلة ركبت معك من خزنا دار مع ستة واربعة وصلت حتى من بليزيخ بربي كان كان حد لقاه ولا حد مدوا للتاكسي يكلمنا على ثمانية وخمسين خمسمية وخمسين سبعمية وحدش والله الطفلة مسكيدنا حالتها في حالة تبكي على تليفونها مازال جديد اه وانا نتصور راو اذا كنت انا اعلم كيف شريته انا اعلم اشنوه فيه اه قديش محتاجته تليفون هيك نجم تكون طالبة تخدم في سنتر دابيل يعرف هو السنتر دابيل اللي هبطها بحديه اه في خير الدين بيشا هاوك ظاهر اه مكان العمل المتاح هتنجم تتواصل معها ولا كيف كيف تكلمنا على ثمانية وخمسين خمسمية وخمسين خمسمية وخمسين سبعمية وحدش ولا تجينا لمقر يا فبي دا كالقي تروحك قريب لهنا التاكسي اللي يسمع فينا بلين تاكسيستية عديوا المعلومة بينت بعضكم اللي يلقى تليفون نعم اليسر على اصدقائي تاكسيستية اللي يبعثوني ان شاء الله ان شاء الله تلقاها التفلة تليفونها من زي جديد حتى بيس مايش وحطته فيه معناها صدقني تبكي ان شاء الله ربي يعوض عليه وانا متأكدة انه راهوا اي كان سائق التاكسي وصلتوا المعلومة انا متأكدة من سويق التاكسي ديما وسيمة لحقيقة يتفعلوا معنا وديما يكتب لفهم حاجة ينجموا يعاونوا ويعطيكم الصحة ناس كل يسمعوا فينا خليني تليفون هيدا نحاولوا نراجعوا من هنا للاحداش بقدة ربي يجينا اخبار انا متأكدة لها بشتوق مسكينة تخلص فيه معنا على خاطر مكتع اكيد انه ما زال يخلص ما زال يخلص ان شاء الله تلقى تليفون ونشكروا برشا تاكسيستية نمشي ونحكي وعلى فيلم الجوكر الثنين اللي هبط موجود في القاعات امتاعنا اوسيما دغنيغمو خرج لوكاتو لوسان كولوسيس اكتوبر في عطلة نهاية الأسبوع في أمريكيا وكندا احنا يظل يجمع الفيتا هبط عنا العرض الافتتاحي للول الفيلم فشل اما مش فشل برشا احنا فشل يقولوا فشل يقولوا دخلوا كعبتين هيدا فشل لي بشتحكي لك على الصناعة كتبدا قوية فشل مقارنة بالجزء الول ودخل كين أربعين مليون دولار اكهاوة فشل ما عليها فشل لي سمع أربعين مليون دولار خاتف العرض الافتتاحي يعمرونا عشر أفليم في تونس هاي هذيك عليش انا جبت الموضوع ذي بش نتطرقوا كل عادة الأفليم نحن في شل مقارنة بجزء الأول مقارنة بجزء الأول اللي بلغت إرادته ستة وتسعين مليون دولار معنيها بون هو ينجم يرجع يرجع في المسابقة المقارنة مع الجزء الأول خاتر ما زالت الخاتر هذا العرض الافتتاحي معني تنجم مستحيل بش يخلط أما ديما الجزء الثاني مظلوم في الأعمال أسيمة ولا كيفية وقت اللي تحب تستثمر في نجاح الجزء الأول وكنكو مش تزيد تدخل فلوس على ظهر الجزء الأول اللي هو نجح نجم تلقى روحك في حالة فشل الذريعة مش بالضرورة نجاح الجزء الأول يعني نجاح الجزء الثاني تعرف مرة نحكي مع مخرجة بحدنا قال الجزء الثاني يجبك تخمى منه وانتي تكتب في الجزء الأول طبعا من الأول بش تبدأ أحداث موتة سلسلة وتحسها محلها ما تخممش بطريقة تيجارية ما لغة زمان ما تخممش بطريقة بتعاون ونجاح جزء الأول دونك أنا فما خمسين بالمئة داخلين داخلين خطر لولنجاح دونك هما يستنيوا في الجزء الثاني لازمك تخمم ينجموك الخمسين يدخلو لك منهم كان عشرين ونبعد تلقى روحك فيشل وخاسر والنقاد يذموا في الفيلم وينقضوا فيه حتى الجماهير وحتى الجمهور زي دا كيف كيف ينجم يعطي نوت خايبة ويعطي ديزا في خايبين في الفيلم وفما جماهير أصلا ما تمشيش تحضرنك على الجزء على الجزء الثاني تقول لك أنت خاطر تبدأ ظاهرة كانك تستثمر تبدأ ظاهرة ولي وانجيني غال ديما كنا القول وإحنا اقتنعنا بالجزء الجوكير أبدع في الجزء الأول تقول ما منحبش نمشي زيني مكتفية باللي ريتو ما خمام جيمس كاميرو مش يعمل جزء ثاني من تيتانيك الفيلم اللي كسر الدنيا ماني يخمم الجوكير بشي عماني جزء ثاني ما كانوش أنا من رأيي كنخلن ناجح البهر اللي إخرجده ميل ديزنوف هو الفيلم في نسخته الأولى أنا في رأيي نحي الإرادية ونحي كل شي أنا كنقعد النسخة الأولى خطر نجاح أما فيما طمع رو المنتجين عندهم شوية طمع حبيتش نقول هين ليا فما طمع هنا موجودة هوني شو قول نحن مثلا مكتوب والخطاب على البيب رو يتقرأوا بالحكة رو الخطاب على البيب رانل طول عاودوك جزء لول وثاني بدون كلل ولا ملل أي ساعات شي ضربة الحظ هذي كراهوا إنهم وإلا هني قلت لك مكتوب السيناريو من لول بحبكة درامية راي فيها تستحق جزء ثاني أما إنك جوكير أنا ما زلت ما تفرجتش فيه أما نصور شنوب شي زيدي ورينا من زاوية أخذي الجزء ثاني أنتو كاكي نلقاو 96 مليون دولار وأربعين مليون دولار سيكول فيه لما هوش بش يخلط على الجزء الأول وأربعه مش تحيل صعيب يس أوليد رزق أوليد رزق جزء الثالث هبط الثالث الفيلة الأزرق زيدة تخدم على أجزاء برشة مسلسلات أفلين بلوتو تخدموا على أجزاء وقعدوا ناشحين كمان قعدوا في نفس النجاح القوة في السيناريو القوة في السيناريو وكيفيش تروج للعمل زيدة أحنا ورزق تليفق عدنا ناس معليد هولي ثلاثة سنوات عمر وسلمة زيدة تخدم زالي تليفق أجزاء شوف بغطان الكوميديا سعيبة راهي في الأجزاء طي صعيبة برش معادلة سعيبة معنا إنك إنك الضحك دي جا صعيبة معنا مشكيمة شوف فما بطلب من الجماهير مثلا نحكي مسلسلات مثلا مسلسل البيت بيتي مثلا تطلب من الجماهير يعني العباد المشاهدين طلبوا جزء ثاني نحبوا جزء ثاني موضوع عائلي طلبين جزء ثالث وبدأوا يصوروا في جزء ثالث دي جا هتا تضمن النجاح متاعك دي جا بطلب من الجماهير يعني هما حبوا الشخصيات حبوا المسلسل دونك هما طلبين جزء آخر كالكو سوا سيناريو شنو أنا فما حاجة زيدة نحب نحكي فيها معك مثلا ليلة الحلمية قدش كنو فيه أجزاء بو احنا ما نفكروش برشة أما نتفكر اللي كنو فما برشة فيه أجزاء والكل هم ناشحة وقت اللي تعاود ليلة الحلمية تعاود ما عندوش برشة يمكن سبعة ثمانية سنين منجح الجملة منجحش منجح الجملة منتجمش أي كالنوستالجية هذيكا تجمش ترجحها تجمش تعاودها نازك السلاح دار وصالح السعدني وكالإبداع متجمش تعاود مثلا دغنيا ماهو سمعت بشركة انتش تحب تعمل فيلم سيدة أم كالثوم أم كالثوم ما عشتجم نراها أنا كان صابرين سايي بالنسبة لنا نحنا ممثلة صابرين أبدعت في أم كالثوم في الدورة دي كان أنا هني قتلك ديما نراها نوعا من المش الطمع أنه تتأمل أنه ينجح شخصية أم كالثوم مش سهل أنك تخدمها راو كي ما مسلسل عبد الحالي منجح ستوق معاش تجم أحمد زكي كي ما عمل الفيلم الله يا رحمه عبد الحالي ملقاش نفس النجاح المسلسل كسر الدنيا وقتها وكلها أهواء وأذويق هي راو كي تجي تشوف كل واحد كيفية شيراء المسألة من زاوية نظر خاصة ولكن ديما رأي الأغلبية هو اللي يمشي أغلبية تتفق أنه العملة ذيكة نجح دونك العملة ذيكة نجمي يعجب الناس ويواصلوا حتى يعملوا منه أجزاء أخرى ولكن إذا كان من الأول الجزء الثاني كان فاشل يعبية تحاول أنها تنساه والمخرج يحاول حتى أصحاب العمل يحاولوا أنهم معادش يخموا بشي عودوا جزء آخر وينساهوا الموضوع كما مثلا أنت مسلسل أم كالثوم تتفكروا أنت قدش نجح ما تفرشت فيه برشة ما نتفكر هي برشة المسلسلة مخدوم هي ما نتفكر الرول متاع صابرين في أدية شخصيتهم كالثوم اكتسبت وزن وهزة صحتها ومحليه المسلسل بخونت سعاد حسني منجحش اللي مثلت فيه مونازاكي معنيها نورمال مو قصة سعاد حسني ومونازاكي نورمال مو توليفة برطان قصة سعاد حسني فيها برشة تفاصيل جي سيناريو وقسمهم بنات وبعضهم مش كون بشي حتى طريقة وفاتها حتى طريقة سفرها حتى نهاية كارييرها لكلهم نعتقد للمسلسل تخدم قبل وفاتها حتى نزيد نثبت لكم المعلومة أما يظهر يقبل وفاتها أنتو كان منجحش ولي هو بزاخ وكان أول ظهور للنمبر وان محمد رمضان وقتها أول ظهور لي كان مثل في أدوار خفيفة في المسرح وكان أول أول ظهور ليفت وقتها أعمل هو دول أحمد زكي وقتها إذنك عندي برشة فرشو ما نتفكر مديني ما تفكرتش المسلسل تعادة إينا بيخسيو ما تفرجوش فيلم ولا مسلسل 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 ما تعادة إينا بيخسيو الأجزاء سندريلا اسمه هكا سندريلا نعرش إيجا نقولك الأجزاء وإنك تعمل أجزاء ذكا زيدا فيه برشة آراء يختلفوا عليه وإنك تخط شخصيات زيدا مثلا جامل عبد الناصر إنا نتمنى نرى مسلسل جامل عبد الناصر خاطر كيمثل فيه مسلسل عبد الحليم تعارفری علاقة عبد الحليم بجمل عبد الناصر مثل شخصيت ونسيت وإن الممثل جميل عبد الناصر مثل شخصيت المهمت عبد الناصر أين في عبد الحاليم ملا إتقان ومل روعة خاصة في الخطاب الشهير أكلمتها تعد تنحي إبداع الممثل وحتى في شبه يشبه له وكان دور يسر ممتاز والمسلسل القى نجاح كبير وحتى لعمل شخصية أنور السادات حصلوا المسلسل هذيك تخدم برشا حب قاعدوا برشا يفرقصوا نتفكر الكاستينغ وقتها عملوا حتى في التلفزة في قاناة عربية وقتها عملوا كاستينغ ويفرقصوا على شكون يأدي دور عبد الحليم واختاروا الشخصية فغيموا معناها حتى الحركات هما كيخدموا خدمة لحقيقة المصريين بدايع راهو يلعب لك على التفاصيل التفصيلة الصغيرة كما يقولوا هما يتحكي فيها ويعملوا عليها وقاعد يتحضر برشا المسلسل عبد الحليم حتى رياوسكينا زيدا المسارة معروفين إنهم ينشحوا كيف في أغلب الأوقات وفي أغلب الأحيان ينشحوا وقت اللي يعملوا يعملوا أحكاية وإلى روية كانت تقديمة وتعاودت خدموا برشا برواية إحسن عبد القدوس لده باش نقص عليك ونرجع لدور جمال عبد الناصر شخصية جمال عبد الناصر في الأعمال المصرية جسدوها ثمانية ممثلين اللي هما أحمد زكي مجدي كامل خالد الصاوي نبيل الحلفوي رياض الخولي ويسر المصري هذوما الثمانية جسد شخصية أنت تحكي على مجدي كامل إبداع مجدي كامل صحيح هاي قدامي الصورة جسد شخصية جمال عبد الناصر بإتقال أتفرج في المسلسل وسيمة نعرفك نحبوا برشا المسلسلات ونتبعوا برشا أتفرج إبداع راهوا تقول جمال عبد الناصر راهوا فيك الخطاب هذيك أنا نتفرج وشي نشوف الكواليس بعد معمل الدور هذيك الخطاب اللي وقتها تواجه به جمال عبد الناصر للشعب المصري في أنه يحب يتخلى على منصبه وعلى رئاسة الجمهورية أنا نتصور راهوا الكواليس بتاع العمل كان فيها برشا شعور وبرشا مشاعر محليها شوف بما أننا نحكيه جهتنا على الأجزاء أشهر السريات العالمية من أشهر المسلسلات العالمية تعمل في أجزاء ونس كل طلبه ديما أنه سيناريو قعد يتواصل لأنه جزء الأخي وخاصة الحلقة الأخيرة مسيري كانت ديسبسيون كبيرة للمشاهدين اللي ما فهموش عليه المسلسل وفيها كيكة عليش لوس مو هذيك متع الطيارة اللي تحت مسلسل بصراحة معناها العالم الكل تفرج فيه يعني نحكيه على مليارات متع مشاهدة ومليارات متع أعبيد اللي اليوم تتفكر تفاصيل لوس ولكن جزء الخراني والحلقة الأخيرة مش جزء الخراني لكل ولكن خاصة الحلقات الأخيرة كانت ديسبسيون لكل المتابعي سلسلة لوس على خاطر برشا تفرج ومن الفينيش متع المسلسل شبهها هكا تتفكر الحلقة الأولى فما حاجات مش زلت مش مفهومة خلينا غموض السيناريس الحلقة الأولى حلقة الأولى محلية ليه الحلقة الأولى رامان ذكرتني محلية تش بدك هكا تقول لك إيجا تفرج حاجة رهيبة الحلقة الأولى وكيفيش التفاصيل متع الحكية كيفيش صار بش نعاود نتفرج فيه لوس تعرف الشرات فما سيريز مهروفة وسيما برشة من الجماهير وقتها محبوش على النهاية واضطر المخرج إنه يبدل النهاية تون تون زيدا الناس انسوا عليها سارت صحيح سارت أي وقت اللي طلبوا بطلب من الجماهير قالوا له لين النهاية ما عجبتنيش محبوش ومشكون عمل نهايتين انتي تختار نهاية وانتي تختار أنا أي جسمه هو عمله نهاية وزادوها نهاية أخرى برطان لأنني مركز برشة عن نهايات أنا مثلا ريت لوست تفرجش فيه الكل جيت في الحلقات الأخيرة وما كملتش وقت اللي قلقت سيبان سيبان قصي ساعات رفيزة واني مزيلوا ثلاثة أربع حلقات ما كملتهمش ما نحبش نعرف شنو بشي يسير تعرف وسيما ساعات نقطة تفكر بريزون بريك مثلا شنو يقول مامان ما شاء الله شنية كيف يكتبوها كيكا راهو بالحق راهو فمم مسلسلت اللي انتي الحلقة اللي بعدها مين باتجم تخمم شو بشي يسير غير متوقع ريت ليت الدون قوة متع سيناري اي وموهبة موهبة انه يدخل في كيما وردة وكتيب انا انا ايجا نقولك اتشرف ولا ادعي خطرها حقيقة اني انا الوحيدة في تونس اللي تفرج في وردة وكتيب وعاوت وعاوت تتفرج فيه توا نوري قتلك عصر سكر للبرمج ندون واريك التابليت او سيمة تلقى وردة وكتيب ايجا نقولك علي وردة وكتيب القصة راهي لا 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 شوف راهو راهو اللي صار في وردة وكتيب راهيب وعجيب وغريب ومثير وذوكم الكل نلقوا اميل علوان نبدأ معاك اميل علوان ما هيش تمثل ما تعرش تمثل راهي اميل علوان راهي مشكلة فيه المسلسل هذيك شمعنية اميل علوان اميل علوان يعني ابدعت في ادوار سابقة شبهة في وردة وكتيب شمعنية ما تعرش مثل هو مش وردة وكتيب مثلا هي وراجلها في وردة وكتيب اميل علوان وراجلها واضح الزوز بيردين الزوز الزوز خالدهويسة خالدهويسة من حاجة رهيبة في التمثيل راه هو يحكي هو وياها معنى تطور انت قيمة كي اميل علوان مقابلتها قيمة كما خالدهويسة الزوز سينارو موش خايب روك يتركز فيه فما رقوف بنعمر رقوف بنعمر رقوف بنعمر اعتيه نعتيوه كأكسيون رقوف بنعمر بش يطلع يوقع دعا الكرسي يعمل فيها ابداع صغروق رقوف بنعمر بك الواقار امتيعه يطلع على الكرسي يطلع على الكرسي اماني يطلع على نورمال كيفنا اي اصباح خير امتيع ودي جاء في حد ذات هسين اي انا مرة قصلت بيه في التليفون بالحق صباح الخير ونحلس فيها برشا واقع سيناروف بنعمر ملقاش روحو رقوف نحكيوه على قامات كبارة ولا هنا مانيش نحكيوه على عبيد يعني المسلسل قصته به اينا نحب نحب منفلت حتى مسلسل تونسي ونقدر اي عمل تعبوا فيه وخدموا فيه فما مشكلة في وردة وكتيب نحبها تتحلل نحب النهار اللي يقرؤوا حاجة فيها فيها مشكل فيها بوان فيبل مات نفهموش تورد مثلا سبعة وعشرين سبعة وعشرين فيشل 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 على الأخر على كل المقاييس إخراج هشيم رسطم رسطم الله يرحمه قمة قمة حاجة في التمثيل ضاعوا ضاعين في سبعة وعشرين في وردة وكتيب فما مشكلة فما حاجة منعرش ممشيتش راو خالده ويسا مسنس حتى بالكالجميل مطيعو خالده بيسا نواجهولو تحية كبيرة فنين جميل معناها فهمت نروا كان في صورة معناها ضايع في المسلسل ليه ليه هو ضحكة فيها والمسلسلة هذي كفيه لوبناس ديري زل وجلها تحية فيه مريم بن مولهم يلزمك تراها مريم بن مولهم تمثل فيه برده وكتيب راو راو والله ليه خايب المسلسل راو فيه قصة والله محليه أما هوم لكل كتلمو ليه 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 عزيز جبيلي يظهر لي يمثل فيه هم يحبوا ينسوا المسلسل وانتي تفكر فيه هنا والله يتفرج فيه وعاودت يتصلح المسلسل قابل انه يتم إعادة عرضه أسمع أنا نشيق على دور مدام أمير علمان المجالة تحية وعزيز جبيلي أسمع برشا برشا يظهر مدام لطيفة القفسيز ده فيه فاصل لطيفة القفسيز ده موجودة فيه رأوا محليه المسلسل والله محليه تفرجوا فيه أما فيه مشكلة فيه إشكالية فيه إشكالية يمكن منيش عارفينها شنية القصة رأي محليها تحكي على بعض الثورة وكل معنيها أنا نوجه لهم تحية ونحييوا مع المجهود المواثلين الكل يقاموا بي وإنا راني ملي فان متاع ورده وكتاب ولحقيقة نحب نتفرج فيه ونجم العود نتفرج فيه فاصل صغير 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 برشا ونرجع ونحكيو على أنس جيبر في مصر بيش نحكيو على التونس اللي مشارفين تونس دائما وخاصة كي نحكيو على لزيكون بتاع تونس ما نجموش ما نقولوش أنس جيبر نحب نعرف أنس جيبر شنو وصار لها في مصر شنو عامل في مصر أنس جيبر ما هو كي ما نعرفون سكل أعلنت بسبب الإصابة إنها ماش بيش تكمل بقية سنة الفين واربا وعشرين كلاعبة التنس صح أما كملت في نشاطاتها لقينا أنس جيبر تزور مصر في أول زيارة لها كسفيرة النوية الحسنة وانا شو محليها حتى كين ما كملتش ما يصيرت بتاع الفين واربا وعشرين في التنس ديما فما البلوم بي ديما لزي عند عمل الإنسانية بيانسيو مهمة جدا برنامج هي سفيرة النوية الحسنة لبرنامج الأخذية العالمية تابع للأمم المتحدة أونس كانت مع زوجها وزارة الأهرامات زارة الأقصر زيدة مشت عاملة زيارة خفيفة لبعض المدارس محليها أونس جيبر ومحليك يقولوا التونسية أونس جيبر قدش تحس بفخر أسامة بيانسور إذيك الانور إنه تحس التونسة مشرفين في كل دول العالم خاصة أن أونس جيبر نحكيوش على شهرة عربية نحكيوش على شهرة عالمية اليوم كي تبشي لأي دولة في العالم تقول تينيس تقول أونس جيبر تقولهم تونس يقولوا لك أونس جيبر كيما برش شرفوا تونس عالميا مخرجين دي ستيليست صلاح الميجري في البسكات برشة أسامة من حبش نحصر ونحدد ولكن برشة شرفونا على القروي في المصمد في التصميم بيانسور وطعال أزياء وبرشة أسامة تونسية كي تمشي يعرفوهم ويتفكرون بيانسور كيما قلتنا بعض الفقاعات اللي راهم يتفكرهم حدا برفو تمشي لعالم تقولوا معنا ولا يمؤثرة اسمك ما يعرفها حتى حد وما يجي بالك خبرة حتى حد وتعرفني على شكول نحكي دي جا مش واحد مش اثنين ولكن يعني نعتبر هذو ما رموز تونس حقيقيين بيانسور وحتى ضافر العبدين في مجاله وفي مجالات أخرى وحتى كيف كيف القروي في مجال التصميم وعديد الشخصيات الأخرى يحيو سيدة طبة وسيمة اللي دي ما ينبيون يدعي الواجب وتطفقهم يمشيوا خارج حدود الوطن ويسندوا البصع فينا متاعنا الإطارة الطبي وشبهة الطبي الكل اللي دي ما نلقاوها موجود حتى بيش يعاند ويسند الدول الشقيقة والصديقة في المحن متاحها نشكروا تونس الكل اللي دي ما مشار فينا واللي دي ما راسنا عالي بيهم واضح واحدة من كفاءتنا التونسية داخل حدود الوطن سارة ما تحصل ليش عليها هل نحاول وإحنا نتواصل معها خبيرة التسبيق الرحيم عندك حاجو خرجي قبل ما نختم وسيمة مش نحكي لك على فلة فلة الجزائرية فلة عبابسة فلة عبابسة أنا نعتبرها غير محظوظة فلة عبابسة الحقيقة لو كان قاعدت في مصر كانت برشة سيمة طلغة طلغة صوت جبار نوتات قارية قارية فلة فلة كتبت تغني تقرى في النوتة تبدأ دراك فيش تعمل عندها خركة سبيسيال طريقة خاصة حسها شربتها الغنية والألحان فلة عبابسة ما لغز ما منحبش عندها حظ صغير لحقيقة على خاطر كنت تنجم دغني غموة إنها تهدد بالانتحار كيقول نيلها يا فلة يا مدام فلة ما جوبتش دغني غموة جوبت وقالت أنا كنت كيما تفلة صغيرة كالي تقول له كين ما تقراش دروسك راني بش نعاقبك هي ما هي لشكون كانت تلوم فلة على الدولة الجزائرية ولا الميدان الثقافي في الجزائر قالت كيما نوع من المحبة كالي تهدد عبق بمحبة كين ما تقراش ما نشر لك الشكونة تلوم عليه بمعزة وقالت لي أنا نحب نحب نرأي الجزائر كيما هي تقول وكل لكنا متاحة ومحليها فلة تقول نحب الجزائر تنهض بالميدان الثقافي وهي محقة محقة أصوات عالمية راي في الجزائر الراي الجزائر يزيد عنا برشة ما نشن راو فيها برشة فن فن في الجزائر فن ومن الجزائر من فل العبيبس نمشو للحافة اللي صارت مؤخرا للطفلة دونيا تونسية اللي في الجزائر اللي حاولنا وسيمة حاولت أنت حاولت أنا كلمنا حاولنا نتواصله وكلمنا حتى منتصر سيسي المراسل متاعنا في نيبل حبينا نتحصله على البو حتى بشو أنا شو مش عليش رقم بوها مسكري لحد الآن أرقام معنا زوز أرقام من نجم شوف أنا بش نوضح صورة زيدة لهنا بش نوضح حاجة وقت اللي أنا جوني مساجات أسامة مان أحكي على فلان شنو بش نحكي ما عنديش تفاصيل شنحكي شنوها من نجم هني حكيت قلت راه وفما تونسية تعرضت لي كذي وكذي حسب تصريحاتها أعطيونا أطراف النجم إن نتصلوا بيهم عيلتها أخويتها أصحابها اللي يسمع فينا اللي يسمع فينا طوى واللي نجم يوصلوا الفيديو هذا يا أخويت تصلوا بينا عندكم الأرقام الكل ادخلوا على الباج فيسبوك راديو إيافين مطلبونا 58 550 750 707 أبعطولي على الواتساب اللي عنده أي تفاصيل من عيلتها جدي بيان ينجم يبعث سلامت والدها أنا أسامة على الواتساب ما تحصلتش عليه ما الغالب للظن إنه عامل عنفوا في تليفون وخليت له فوكال قلت له أمان نستسمحوك بيش تفسرنا تعطينا شوية معطايت بيش نجمو نوصل لصوتك معناها خاطر المستمعينا بغطو إحنا في تزاير تفرجوا فينا على إيافين تيفي موجودين ما نظر محد ما نظر محد أنا عندي تفاصيل شوية اللي تقالت واللي تدور في الغيزو سوسيو هذي كم نجموش نخذوها كتفصيلة إحنا منيدي أمانك للوالد متاع الدنيا اتصل بينا على نوع من اللي كنت يقولك فيهم أسامة ولدي جاء خلينا لك فوكاليت على واتساب خلينا نفهم أبخيتو أسامة طفلة بنتنا ومليش عارفين والجزائر شهش شقيقتنا معناها من نجموش لازمنا نفهمه التفاصيل باش نجمو نبنيو عليهم خاطر يتقال في الانستغرام ويتقال في الفيسبوك أما أحنا هذيك الكل من نجموش نخذوه بعين الاعتبار حتى تكون عنا المعلومة دقيقة ومن ننصورش أكثر من والدها باش نجم يمتنا بالمعطيات عنا المعطيات اللي رويتهم هي اللي قالتهم هي دجا أطوى نشوفوا بينصور تصويرتها الدنيا على يفهم تيفي بعد شوية مش لعبيت تعرف على شنو قاعدين نحكي وأي واحد يتصفح مواقع تواصل الاجتماعي يكيد راي عرضته كالدنيا حتى الكاميرا اللي هي تصور بها الصورة ماش واضحة إن رو في صورة دفول يقول لها ما تصورينيش ولا بالجزئ معناها ما تصورينيش هذي الفيديو متاحها عديتها بكري ونعودوا نشوفوها توا وقت اللي هي تحكي على اللي صار لها بعد ما لبست الفوال والعباية قالت إنه ليموني على لباسي العادي بوتاتر اللي يظهر لهم متبرج مش عادي مش توصي في أنا راهو عادي هي قالت إنه عادي أنا مريت شنو كنت لبسها بالضبط ولكن هي حر ولكن في الجزائر اعتبروا اللي هي لباسها غير لإقلامها وتحرشوا بها مام خارج المركز الأمن وداخل مركز الأمن حسب روايتها حسب روايتها إنك تقولي داخل الأمن هوني اللي تنجم حتى السلطات التونسية تدخل طبعا اللي صار في الشارع هذيك طول تحذثوا فيه ونشوفوا شنو شنو بديو واضحين زيدة بخيتوها هي تونسية باي مش نو بديو واضحين لهنا يعني ولو إنه هي يقولوا اللي هي تقبحت وإلا قالت كلام ما يجيش في السلطات الأمنية الجزائرية باي هي تنثبتوا عملية التحرش ونبعد نحكيو في الكلام ونبعد نحكيو باي كانصار تحرش يتحصبوا الأعوان اللي يتحرشوا بها ونحصبوها هي على الكلام اللي قالت هكا نوليو نحكيوها على عدالة أما تتحصب هي والأعوان ما حسبهم حد وتقول لي إنتي كيفش يتحرشوا بها في الماركس صارت في تونس وتصير في تزير وتصيرت في مصر وصارت في كل الدول العربية إمرأة أو فتاة يتحرشوا بها داخل المقرات الأمنية صارت جديبيان صارت مش قلت تنجم تصير وكانت في سعاليفي عندي ما نقولك حاثة هكيكة صارت معناها أنا لأنها خدمت عليه الموضوع هذا قدش من مرة معناها صارت وتنجم تصير مش تجني على السلطة الأمنية ولا على أعوان الأمن ولكن صارت وتنجم تصير وما فمّا حد شي مستبعد وفمّا حد شي مستغرب لكن تقعد رواية للإثبات صعيب مش تثبك المشكلة لهنية صعيب مش تثبك والله إيجا ونقولك حاجة هو صعيب أحنا ساعة خلينا نبديو أحنا المشكلة أحنا عطينا من لول من لول الأول هو السبب دي ما يقولك السبب بشنو أنا معناها أنت تقولي مثلا أنت عادت بلباس غير لائق هو مرميول هككلمة أنا نتصور أنك فاتيت ووحدك في تزير نصورها رأي ما عملتش غياك خافت شوية حسب رؤيتي أنا ما دي ما تجأت للصلاة الأمنية معناها خفت هي خفت والله خفت سيكلو الحكاية جوزت كلمة واللينا نحكيه لهنة على محاولة لمس على مضايقات على تحرش ظهرتك في الليل المخر وسيمة لعشية ظهرتلي الحكاية شوية ظهرتلي الليل أنا أول الليل ظهرتلي أمن بربي راجي من والدها يعطينا التفاصيل بشنجم وننقلو المعلومة صحيحة ومن صورش اللي سلطات الجزائرية بش تقصر نأكد لكل يراهم وما وندي لهم أما نوصلونا أصواتنا وأبحثونا في الموضوع وخلينا نفهموا الحكاية سيسها من راسها شنية هذا اللي طالبين وشكرا لك جيهين شكرا لكل المتدخلين في برنامجنا متس على لحديش نتكملوا مع يا فان بيزنيس معا يسمي بنو وربعة شوية أنا نقول لكم باي باي نس كلنا تقابلوا غدوة في نفس توقيت چاو چاو